اهلا بكم الى موجز اخبار الان دخلت 17 شاحنة مساعدات انسانية مقدمة من الامم المتحدة الى بلدة نشابية بمنطقة الغوطة الشرقية جنوب سوريا ضمن اتفاق تخفيف التصعيد وتحمل الشاحنة مساعدات غذائية وطبية اضافة لمواد تنظيف وادوات منزلية وسبق ان دخلت يوم الخامس والعشرين من تموز الجاري اولى قافلات المساعدات الى مدينة دومة حيث كانت المواد المحملة لا تكفي احتياجات يوم واحد لاهالي احد احياء الغوطة الشرقية صعد تنظيم داعش من هجومه لصد الهجمات التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية مع تضغيق الخناق عليهم بشكل متزايد في مدينة الرقة في سوريا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية هذا الاسبوع من تحرير نصف الرقة بعد اقل من شهرين من دخول مقاتليها المدينة فيما تواصل القوات منذ ثمانية اشهر حملتها لتحرير الرقة التي دخلتها في السادس من حزيران يونيو باسناد جوي من قوات التحالف الدولي افاد مسؤولون عسكريون ان القوات الامريكية اجرت تجربة ناجحة لمنظومة اعتراض للصواريخ تأمل في نشرها في كوريا الجنوبية وذلك بعد يومين من ثاني تجربة لكوريا الشمالية على صاروخ فاليستي عابر للقارات واثناء تجربة المنظومة المعروف اختصارا باسم ثاد تم اطلاق صاروخ متوسط المدى من طائرات تابعة لسلاح الجو اثناء تحليقها فوق المحيط الهادئ اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن امرا تنفيذيا بطرد 755 دبلوماسيا امريكيا من الاراضي الروسية وذلك ردا على العقوبات الامريكية الاخيرة ضد روسيا وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابيكوف ان موسكو سترد بشكل موازن على اي عقوبة امريكية جديدة هذا واعلنت وزارة الخارجية الروسية انها خفضت الوجود الديبلوماسي الامريكي ردا على العقوبة الامريكية الاخيرة ضد موسكو طلبت الحكومة الليجيرية من الجيش تكثيف حملته على جماعة بوكو حرام المتطرفة والتي قتلت 69 شخصا على الاقل في كمين الثلاثاء الماضي والتقى نائب الرئيس النيجيري مسؤولين كبار في الجيش وتباحث معهم في الكمين الذي نصب لمجموعة كانت تستكشف النفطة في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد ما ادى الى مقتل 69 شخصا بحسب اخر حصيلة وخطف ثلاثة اخرين اعلنت النيابة عن وفاة مرشح للجمعية التأسيسية التي ينتخبها الفينزواليون الاحد مقتولا بالرصاص في منزله وقالت النيابة الفينزوالية عبر حسابها على تويتر ان مجموعة اقتحمت منزل المحام خوسي فليكس في سيوداد بوليفار في جنوب شرقي البلاد واطلقت عليه النار مرارا من دون ذكر من دون ان تذكر دوافع الجريمة الى اللقاء اشتركوا في القناة